يا هلا ومرحبا فيكم قصتي اليوم من سوريا بالتحديد في احدى قرى التابعة حق دمشق خلونا ندخل بتفاصيل القصة اللي كلها اكشن وكلها غموض وشلون المحققين اكتشفوا الخيوط اللي توصلهم للفاعل صحوا اهل القرية في بداية التسعينات على خبر جدا آلمهم واحزنهم انهم رايحين ناس يشربون ماي من البير اللي يلقون جسد المؤذن اللي يأذن بالحارة وهذا المؤذن اسمه ابو ابراهيم معروف جدا والكل يحبه ما عنده اي عدوات ولا عنده اي مشاكل مع احد شافوا جسده في هذا البير فطبعا اتفاجأوا فهنا على طول راحوا وخبروا المختار او عمدة القرية راح العمدة وخبر الشرطة اللي جات الشرطة معاها الادلة الجنائية والطب الشرعي وهذولا كلهم فريق متكامل جاوا من العاصمة الى هذه القرية اللي تبعد عن دمشق مية وخمسين كيلو اول ما وصلوا انتشلوا الجسد من البير وحطوه على جنب ومن بعدها قامت الادلة الجنائية تاخذ الصور ومستلزمات اللي موجودة حق ابو ابراهيم اللي كان عليه جلابية كحلية وملابس داخلية تحتها لونها رمادي اما الطبيب الشرعي كان اسمه حسام وكان جدا شاطر وماهر في هذه القضية قام يفحص زرقة الرمية وكذلك درجة حرارة الجسد جسد ابو ابراهيم وكذلك درجة حرارة المحيط اللي يحط فيه وايضا يشوف يفحص المفاصل عشان يحدد زمن التوقيت وفعلا اعطى زمن الوفاء حق هذا الرجل ابو ابراهيم اللي عمره في الستينات الفجر تقريبا من نفس اليوم ساعة اربع الفجر وهذا اللي اكدوا الشهود اللي اكتشفوا جسد ابو ابراهيم انهم ايضا قالوا انهم ما سمعوا الاذان في ذاقي اليوم فهنا بدأ التحقيق بعد ما انتشلوا الجسد ودوا للطب الشرعي وهنا بدأ ينتظر المحقق نتيجة الطب الشرعي وبدأ هنا يحقق مع الاهل والمعارف والمحيطين حق ابو ابراهيم اول شي حقق مع اللي اكتشفوا جسد ابو ابراهيم ما كان عليهم اي يعني شبهات كانوا مفزوعين وخايفين والكل اجزم ان ابو ابراهيم انسان فقير انسان طيب ما عنده مشاكل حالته المادية ضعيفة والدليل ان اهل القرية قاموا وبنوا بيته يعني طوبة طوبة تساعدوا وكانوا يعني يعطوا من فلوس الصدقات ابو ابراهيم كان اعمى من لما انولد كان عمره في الستينات لما توفه تزوج صحيح في حياته وجاب ولد واحد وسمى ابراهيم عمر الولد 14 سنة هذا ابو ابراهيم ما طلع من القرية يعني يأذن كل صلاة ويروح البيت وما عنده اي مشاكل ولا عنده اي عدوات واصلا انسان محبوب وطيب ودرويش ومثل ما قلت لكم مسكين يعني يعطوه الصدقات ويعطفون عليه الناس هنا قعدوا يبحثون مع عائلته اكتشفت الشرطة ان ابو ابراهيم في ليلة اللي سبقت وفاته ما كان نايم في بيته او حتى متواجد في بيته فراحه والظل ان ابو ابراهيم ممكن انه رايح مكان معين اكتشفه وانه رايح بيت صديقة اسمه ابو جميل هذا ابو جميل قال انا فعلا شفته في ذاقي اليوم وكان دائما يجيني يعني قبل صلاة الفجر عشان ما ينام ويروح عليه الاذان فيجي يقضي وقته معاي يسهر ومن بعدها يتوضى عندي ويروح يأذن في المسجد لكن هذا اليوم بالذات ما اتحف الوقت انه يتوضى يعني في البيت استأذن مني وراح يركب الى اللي هو البير عشان ياخذ جرعة من الماي منه ويتوضى ومن بعدها يروح يأذن في المسجد ويصلي مرة وحدة كذلك بعد التحقيق الموسع وصلوا الشرطة الى معلومات ان ابو ابراهيم يعرفون كل اهل القرية صحيح لان القرية صغيرة ان اعماء هذا شي مسلم فيه لكن يقولون اهل القرية ان اذا احد جاء غريب يعني لهذه القرية يشوفون ابو ابراهيم هو يمشي بالعكازة او بالعصى حقته وهو يسرع يركض وكأنه يعني يدل الاماكن كأنه يعني واحد يبصر الا اللي يعرف من زمان يعرف انه فعلا ما يشوف فبالتالي اهو ممكن سرعته تغطي على الناس اللي يشوفونه انه ما يبصر هذه المعلومات اللي توصلوا لها مبدئيا وكون انه بعد التحقيق مع اهله وعائلته انه ما عنده اي مشاكل ولا عنده اي صدامات ولا عنده اصلا مع اهله وعائلته اي خلاف ولا اي مناوشات ولا اي احد عنده مصلحة انه يقتله وغير هذا الشكل بما انهم شافوا جسد ابو ابراهيم موجود في البير يعني اكيد ان الوفاء بشكل صارت عرضي او بشكل خطأ يعني ابو ابراهيم ما مات عن طريق الجناية ولا الحادثة هذا اللي سلم فيه الشرطة مبدئيا لكن قالوا خلونا ننتظر نتيجة تقرير الطب الشرعي هو اللي يحكم ويبث في هذا الموضوع طبعا بينما هم ينتظرون نتيجة من الطب الشرعي عرفوا من الشهود اغلب اهل القرية ان هذا الرجل ابو ابراهيم صحيح كان مأذن اذان العشاء قبلها بليلة لكن ما اذن عند صلاة الفجر حتى استغربوا الناس اهل القرية لان اهم عود ما في احد يأذن بداله فهذا الشيء خلى عند الشرطة يعني مثل ما تقولون شيء مؤكد فيه انه توفى فعلا وهو يتوضى اخذ جرعة من الماء واثناء ما هو يتوضى للاسف طاح الى هذا البير العميق وخلاص ما طلع منها اتصل الطبيب الشرعي بالمحقق وهذا الكلام بعد ما خلص نتيجة تقرير الطب الشرعي وكانت يعني النتيجة موجودة في ايادية الملف كامل قال حق المحقق كان هذا تقريبا نهاية الدوام انه انا خلصت اللي هو التقرير متى تبيني اجيب لك قال للمحقق شوف يا دكتور حسام انت الان يعني شوف الوقت الان متأخر وهذا الان يعني انتهى الدوام خلص بكرة جيب التقرير ونتفاهم فيه قال ل دكتور حسام متأكد حتى لو قلتلك ان هذا التقرير نتيجته ما صارت بشكل عرضي ولا بشكل طبيعي وانما صارت جناية فيها استغرب هنا واتفاجأ المحقق وقال ل تعال يلا الان انا مدد دوامي عشان اعرف اللي هو نتيجة التقرير هذا قال ل الطبيب حسامو انت الان تقول لي انتهى الدوام شرايك تخليها بكرة قال ل لا تعال جيبها خلنا نشوف ومرة واحدة اجهز لك فنجان قهوة على الراحة فعلا جاء دكتور حسام وجايب معاه تقريره اللي هذا التقرير اصبح مثل الصادم ومثل الشيء الغريب في هذه القضية اللي ممكن تفك شوي من رموزها اول شيء فعلا هذا الرجل اول ما عيناه رجل ستيني هويت اهو المؤذن ابو ابراهيم لما فحصوا الجثة فعلا زمن الوفاء اربع صباح بعد ما فحصوا جسده شافوا عليه كدمات يعني في الوجه وكذلك في البطن والصدر وايضا شافوا ضربة عصوية على فروة الراس وهذه الضربة يعني مقاسها او ابعادها اثنين في خمسة سنتيمتر داخل هذي الفروة فيه يعني نزيف داخلي كذلك شافوا كسر في العظم اللامي خلف الاذن وكذلك طبعة اصابع موجودة حول الرقبة كأن هذا الرجل مصاب باختناق الان لما توصلوا لهذه النتيجة راح للمجرى التنفسي شافوا ان هذا الرجل بما انه يعني داخل في بير مياه او حتى مستنشق مثلا حريق مثلا دخان لازم يكون المجرى التنفسي مملوء بثانيكسيد الكربون او مملوء بالماء اذا كان مختنق هنا شاف الطبيب ان هذا الرجل ما فيه ولا اثر ماء داخل الجهاز التنفسي ولا في الرئة وهذا يعني استنتاج كبير جدا ومهم يغير مجرى القضية ان هذا الرجل ابو ابراهيم اكيد شي محتم ومسلم فيه انه توفه قبل ما ينرمه الى هذا البير والدليل انقطاع مجرى التنفس وسحب الهواء او سحب الماء الى داخل الجسم فهنا بما انه فيه ضربة في الراس وفيه اختناق فراح المحقق قال اكيد ان هذا الرجل اول شيء ضربه على راسه اغمى عليه ابو ابراهيم ومن ثم ومن ثم قامو وخنقا لكن القضية الان صارت اكثر تعقيد القرية كلها برمتها يحبون انسان فقير معدم ما عنده اي احد مصلحة انه يذبح فراح هنا المحقق الى فرضيتين بعد ما يعني يبحثها وفحصها عدل اللي هي القضية شاف انه ممكن في واحد من اهل القرية جاي بيتخلص من احد ما او شخص يعني شاف قباله عن طريق الخطأ ابو ابراهيم وراح تخلص منه عن طريق الخطأ لكن هذا شيء مستبعد للفرضية اللي حطها المحقق ليش لان القرية هنا صغيرة وكل اهل القرية يعرفون ان ابو ابراهيم ما يشوف وانهم كلهم يعرفون انه طيب وما عنده مشاكل يعني الاكل يعرف هوية ابو ابراهيم فمين هذا اللي بيرتكب حادثة جناية او بيذبح او بيتخلص من ابو ابراهيم بالغلط هذا شيء مستبعد نهائيا فراح هنا المحقق بعد ما عصر مخ زين قال في فرضية ثانية انه ممكن ناس من اهل القرية يبون يرتكبون حادثة او جناية او شيء يعني ما يبون احد يعرف وحسوا ان هذا ابو ابراهيم سمعهم وقالوا يبون يتخلصون منه لكن هذا شيء ايضا مستبعد منه ليش لانهم عارفين ان ابو ابراهيم ممكن انه ما رح يميز هم ولا رح يميز اصواتهم في ذيك الفترة فهنا راحوا ايضا على فرضية ثالثة انه فعلا ممكن هذول ناس من اهل القرية جايين يبون يتخلصون من احد فبما انه ابو ابراهيم ممكن انه يعني لمحهم شافهم ومن بعدها راحوا وتخلصوا منا لكن شلون بيشوفهم وحنا مثل ما قلنا انه اهل القرية كلهم يعرفون انه ابو ابراهيم مستحيل يشوف اذا اكيد انه هذول الناس من برة القرية نفسها يعني ما يعرفون انه ابو ابراهيم يشوف واللي يدعم الفرضية هذه انه لما استجوبوا الشهود واهل القرية عرفوا انه يعني علامة غريبة عند ابو ابراهيم لما يمشي في الحارة كان دائما يمشي بشكل سريع فالكل يعني يحسب انه مو اعمى لكن لانهم يعرفون يعني من زمن طويل من اربعين سنة مثل ما قلنا وهو يأذن فيعرفون انه هذا الرجل ما يبصر فبالتالي الناس الغريبين اللي بيجون للقرية هذه اكيد ما يعرفون انه هذا الرجل اعمى تدعى فريق امني كبير جدا ودسهم في القرية يراقبونها ويلبسون ملابس مدنية بحيث انه ما احد يشك فيهم وخصوصا في الليل وايضا ينشرون عند اهالي القرية ان هذا الرجل ابو ابراهيم توثه بسبب شكل عرضي وهذا شيء اثبت التحقيق عشان الكل يطمئن ويستتب الامن والكل يعني يقوم ويطلع كالعادة مثل اول ولا احد يشك بامر هذول الناس اللي جايين من قبل الشرطة ويبون يتأكدون مين من اهل القرية له سوابق خصوصا انه ما عندهم ملفات ابدا حق اي احد من اهل القرية يعني عنده حوادث او سوابق او سبق انه يعني انسجن لهالدرجة اهل القرية مسالمين وناس بسطاء فبعد تقريبا فترة معينة وهو ينتظر المحقق هذا النبي اي يعني خيط او شيء يوصلهم للجاني جابوا اللي هم الضباط معلومات بسيطة جدا شنو هذي المعلومات انه في واحد اسمه سامر هذا الرجل يعني في الثلاثينات من عمره وهذا يقولون انه يعني يتاجر بالحبوب وكذلك عنده معارف مع ناس غربة من بر الديرة هذوله الغربة اللي يجون يقولون انه يعني تدور عليهم الشبهات فهنا بما انه خيط بسيط امل بصيص مثل ما يقولون يوصلهم للجاني ممكن سامر فقاموا الشرطة على طول وتأهبوا واخذوا اذن تفتيش وراحوا لبيت سامر وفتشوه شافوا شيء غريب شافوا في يعني كومة قش موجودة في حضيرة الحيوانات اللي لازقه في بيت سامر داخلها مدفونة في كومة القش اثار حق الدولة فقاموا هنا وحققوا ويا عن هذه الاثار بعدها ما شافوا منه اي نتيجة يعني شوفوا شلون قضية تفتح قضية ثانية فتح وملف ثاني حق تهريب الاثار اهو طبعا صاح ونهار وحلف انه ما لا دخل بهذه المواضيع نهائيا لكن وصل لعند المحقق المحقق هنا ما لا دخل تحقيق عن هذه الاثار لكن وهو الان ماسك قضية ابو ابراهيم فممكن هذا اللي هو سامر هو خاف على نفسه واللي وياه انه ابو ابراهيم ممكن عرف او سمع او شاف وممكن يبون يتخلصون منه عشان ينكتم السر فقام هنا المحقق استدعاه ومن بعدها وصل اللي هو سامر خايف ومرتعب ويحلف انه ما لا دخل قام هنا اللي هو المحقق سأله قال شوف يا سامر تعرف شنو عقوبة التجارة وتهريب اثار جدا قيمة واثار نادرة من ممتلكات الدولة وتبيعها الى اماكن مجهولة شنو عقابها قال لا لا والله ما ادري لكن انا اللي اعرف انه هذه يعني تماثيل من الفخار وقوم وانا احتفظ فيها عندي يجون الناس ياخذونها من عندي ويبيعونها وانا ااخذ القسم القليل قال للمحقق يعني تقصد انك انت تدفن او تغبي هذه الاثار وما احد اصلا بيمسكك فيها ولا فيها يعني قضية انك تعتقد انها تماثيل يعني فخارية صح ولا لا قال لقي نعم قال طيب ليش تشتغلون في اخر الليل فانصاص الليالي وليش تكتمون سركم ما تابون احد يعرف عنا ثالثا شلون تجنون منها اموال طائلة من تماثيل فخارية لا لها قيمة ولا لها اي يعني جيب منها فلوس يعني قيمتها كبيرة فهنا هذا الرجل سامر تندس راسه وما هم عارف شنو يقول بعدها قال المحقق شوف يا سامر واضح عليك انك يعني انسان طيب وهذه اهل القرية عرفنا انهم ناس درويش وما عندهم في المشاكل اي صلة فعشان كذا نبيك تقول لنا بشكل مبسط ليش تخلصت من ابو ابراهيم قام هنا سامر وتصبب عرق وقام ينتفض يرتجف قدام المحقق وقال ابو ابراهيم هذا ابو ابراهيم طاح في اللي هو البير عن طريق النيابية وضع وهذا شي انتو يعني اكدتو في التحقيقات طالع فيه اللي هو المحقق وقال لا يمكن سمع صوتك ابو ابراهيم ولما سمع صوتك عرف انك تهرب هذه الاثار وانت ما تبي ينكشف امرك وينفضح فلو بتهدد ما رح يفيد ممكن انه يعني يكشف السر باي وسيلة وباي طريقة كانت فقمت انت وتخلصت منه رفع راسه وبقال بكل ثقة سامر انا ما شفت في ذيك الليلة اصلا قال لأجل مين اللي شاف في ذيك الليلة فهنا جاب لنفسه التهم اللي هو سامر خندس راسه وما هو عارف شلون يطلع منها قال شوف يا حضرة الضابط انا رح اقسم لك بالله العلي العظيم اني ما تخلصت من ابو ابراهيم هذا انسان طيب انسان درويش يأذن للناس انا ما سويت لأي حاجة وانا مستعد تحطولي حتى كاشف الكذب لكن انا بقول لك القصة كاملة انا انسان ضعيف وحالتي المادية جدا فقيرة جاني ناس معارف مع ناس ثانين انهم توصلوا حق قرية كاملة رومانية مدفونة تحت اللي هو احدى الاماكن اللي قريبة جدا من القرية هذه القرية الرومانية فيها اثار وفيها اشكال وانواع من يعني القيم النادرة واللي يعني تسوى مبالغها الملايين الدولارات وكذلك شافوا قطع ذهبية نادرة وكذلك قيمتها بآلاف الجنيهات والملايين يعني اللي بيكتشفها بياخذ الامال الطائلة طبعا ما اكتشفوها السوريين لا في واحد من الجنسية التركية جاب حق واحد يعرفه سوري هذه الخريطة قال لي بيك تجيبلي وتنقبلي عن مكان هذه الاثار واذا طلعت صحيح وعرفت مكانها حاول تنتبه وتطلعلي جزء جزء لما خلاص نكمل كل اللي داخل هذه القرية المدفونة لكن انتبه كل مرة جزء بصير وتهربع عبر الحدود السورية الى الحدود التركية استلمها منك ودخلها هناك وبيحها طبعا من شخص الى شخص الى شخص الى شخص اكيد المبالغ بتكون متقسمة يعني بياخذ مبلغ كبير لكن ما يوصل للملايين هنا شافوا افضل شي يقومون يحملون اكبر كمية قدر من هذه الاثار ويودوها عند اللي هو سامر بعد ما استأذنوا منه وقبل ويغبيها تحت كومة قش في حضيرة الحيوانات عشان ما احد ينتبه فيها وهنا ياخذون جزء من هذه الحضيرة بعد ما يجون مجموعة من الاشخاص هذول همتهم يهربون هذه القطع وهذه القرية دائما في اواخر الليل ويجون عن طريق حدود القرية الى بيت سامر ما يدخلون في الازقة والحواري ومن بعدها على طول يروحون يواصلونها الى يعني الفجر ما بعد يبتدي ذروة الناس والمسافرين يعطونها مين يعطونها المهرب اللي هو التركي طبعا عن طريق رشوة احد من الضباط اللي يشتغلون في الحدود فهنا فعلا قاموا يمشي امرهم وتحسنت امور سامر اكثر واكثر وبدت الفلوس تجري في ايادية فقام يمسكهم ويحمل كمية كبيرة داخل حضيرتها هذي مهمتها فقط لا غير اللي هو سامر في هذي الاثناء جاوا ناس مختلفين عن الاشخاص اللي يجون دائما يتعاملون مع سامر ودخلوا القرية من بابها يعني من الحواري الضيقة اللي فيها وهم داخلين شافوا ابو ابراهيم وهو يمشي في الحارة بشكل مسرع طالع من بيت اللي هو صديقة يبيركض عشان يلاحق على الاذان وحنا قلنا من قبل ان ابو ابراهيم اذا كان يسرع يدقب العصاء ما حد يعرف ان اوه اعمى الا اهل القرية نفسهم فبالتالي هذول الغرباء لما شافوه عرفوا ان هذا اكيد راح يعني يخبر عنهم لا محالة فقاموا على طول بعد ما تناوشوا وما بينهم ضربوا بالعصاء اللي معاه ومن بعدها قام واحد فيهم وخنقه وكلهم تكاتفوا الاربعة وراحوا ورماه في البير اللي كان قريب المسكين منه راح يتوضى فيه عشان يأذن في الناس رماه وراحوا يركضون الى اللي هو سامر ياخذون الغناء منه واول ما اخذوا اللي هو الذهب والقطع النادرة قالوا لها عن الحكاية او القصة اللي صارت لهم انهم شافوا ابو سامر قال لهم طيب ليش تجون من الحارة نفسها وهم بعدين عرفوا غلطهم انهم من مفترض يكون من بر القرية الى بيت سامر فهنا قالوا هذا اللي صار وتخلصنا منه حزن حزن كبير سامر على ابو ابراهيم لكن بعدها اكتشف ان ابو ابراهيم يعني قالوا الشرطة ان سبب الوفاة بشكل عرضي وارتاح نفسيا تستر على القضية وتستر على الحادثة وايضا عنده تهمة اخفاء ومساعدة على تهريب هذه الاثار هنا الشرطة قاموا استدعوا كل اللي موجودين واللي قاموا بالتخلص منه اللي هو ابو ابراهيم وايضا الناس المتعاونين وياهم وصل عددهم المهربين هذولا للقطع عشرة اشخاص تهموا تقريبا ستة تهمة تجارة وتهريب الاثار اثار ممتلكات الدولة اما الاربعة غير سامر اتهموهم بتهمة قتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وكذلك تهمة تجارة وتهريب اثار من ممتلكات الدولة الاربعة هذولة حكموا عليهم بالاعدام اما الستة حكموا عليهم 18 سنة سجن اما بالنسبة لمحمد كون انه يعرف القضية تستر وايضا حمى وخلى هذه الاشياء الممتلكات الدولة عشان يساعد في تهريبها حكموا عليه بالسجن 20 سنة وبالتالي سبحان الله ابو ابراهيم ما كان يعرف انه رح يتخلصون منه لكن اهو اللي رح يكشف عن قضية كبيرة جدا تجارة وتهريب الاثار لو ما تخلصوا من ابو ابراهيم كان مشى الامر ويمكن هربوا كل اللي في القرية من اثار وقطع ذهبية هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو